وَلَوْا شَاءَ رَبُكَ لَامَنَ مَعْدِ الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَانْتَ تُكْرِهُ الْنَّاسَ حَدَّى يَقُونُهُمْ مِنِينَ وَلَوْا شَاءَ رَبُكَ لَامَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَانْتَ تُكْرِهُ الْنَّاسَ حَدَّى يَقُونُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِذَمْ إِنَّا تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْمِ اللَّهِ أَفَانْتِ وَمَا أَدْجَاةَ لِلَمْ تَسِرْ أَرْضِ ويجعل الرجس على الذين لا يعقبون كن انظر ما هذا في السماوات والأرض وما تغمي الآيات وانظر عن قوم لا يؤمنون فَأَلْ يَمْنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلِ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَرُوا مِنْ قَابَلِهِ فَأَلْ يَمْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلِ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَدْمِ فَأَلْ يَمْتَظِرُونَ إِنِّي بَعْقُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ مُلَجِغُ سُلَمَا عَلَّذِينَ آمَنُوا كَذَانِ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر